السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأبدأ نتعمق في موضوع البونزاي أو فن البونزاي سأتكلم اليوم عن المواد أو الأساسيات التي نحتاجها على أساس أن نمارس هذه الهواية طبعاً في احتياجات أنا سأتكلم عن الأساسية يعني لا سأتفرع في التفاصيل لأدوات وكذا اللي يعني نحتاجها في حالات نادرة أو كذا راح نتكلم بالعموم على أساس أن نمارس هذه الهواية بشكل صحيح إلى حد ما ونوعاً ما ما نحس أنه نقصنا شيء فأول شيء طبعاً اللي راح نحتاجه اللي هو مثل ما ذكرنا الأشجار النباتات نفسها وتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مصدر هذه النباتات وين ممكن نحصل هذه النباتات واللي ما شاف الفيديو ممكن يرجع للفيديو راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة وممكن ترجعون وتشوفون الفيديو عن مصادر هذه النباتات فطبعاً نحتاج نبتة ولما نقول نبتة نحتاج نبتة تكون بصحة قوية وجذورها قوية قبل لا نبتدي نشتغل عليها بأي شكل فمثل ما أنتم لاحظين كل الأشجار اللي عندي هني كلهم في أصيص عادي لاحظين ما حطيتهم في أصيص بونزاي أو شوي طفيح أو رفيع على أساس أنه لأن الليل حين أحتاجها تتقوى تنمو تكبر بعدين نقدر نبتدي ننقلها ونحطها في أصيص يكون أصغر فأول شي مثل ما دايما نقول صحة النبتة وقوة النبتة فهذه من ناحية الشجرة الشي الثاني اللي طبعاً راح نحتاجه اللي هو التربة هني في نقطة مهمة أحب أذكرها لكم مهم جداً أنه مثل ما ذكرنا في الفيديو اللي فات نراعي مسألة البيئة البيئة في اليابان والصين تيهم أنطار حتى في الصيف ساعة تتيهم أنطار أنطار ربيع أنطار صيفية ساعات نحن يعني الأمطار الحمد لله على كل حال ولكن يعني إذا شفنا يوم واحد مطار الحمد لله على النعمة فما نقدر نقارن فأهما مو معتمدين مئة بالمئة على الري فأحنا معتمدين مئة بالمئة على الري فالتربة بالنسبة لهم غير وبالنسبة لنا غير لأن البيئة غير البيئة عنصر يأثر على أمور كثيرة مثل ما قلت لكم التربة اللي نشوفها دايما عند اليابانيين أو اللي تستخدم أو متقبل أنه هذه تربة البونزاي اللي تكون حبيباتها كبيرة وأغلبها مواد غير عضوية لما أقصد غير عضوية يعني أن ما كانت كائن حي في يوم الليام كلها يعني يا أما حجر بركاني أو بامس أو بير لايت أو كذا مخلوطة يعني فما تحتوي على مواد عضوية كثيرة ممكن يخلطون معاها شوي من قشر أو لحاء الصنوبر المفروم أساس شوي يأخذ رطوبة شوي يمسك رطوبة ولكن إحنا ما نقدر نسوي هذه الشيء هذه معنات إحنا لازم نسقي النبتة لو حطيناها في هذه الخلطة نسقيها خمس ست مرات في اليوم لأن هذه تربة ما تمسك رطوبة كثيرة تصرف الماء بشكل سريع جدا وما تحتفظ برطوبة بالنسبة لهم هذه ينفع بالنسبة لنا ما رح تصمد النبتة بالذات لما يدخل الصيف رح تصيدنا مشاكل فلازم نترك عننا هذه فكرة التربة اللي هي تستخدم في اليابان أو تربة البونزاي فما نخلي هذه حاجز عندنا التربة هي شي ثانوي ترى التربة هي مجرد مادة تنمو فيها النبتة أو الشجرة على أساس تمدع روجها وتتقوى احنا ما نبدأ نستغني عن المواد العضوية في التربة لأنها هي اللي تمسك لنا المياه بالذات لأن حجم الأصيص رح يكون صغير فنحتاج مواد عضوية تمسك لنا الرطوبة في هذه المساحة الصغيرة فنحتاج أننا نحفظ رطوبة في هذه الإناء الصغير على أساس أننا نحافظ على نبتتنا فاللي حاط في باله حاجز التربة أنها مو متوفرة عندي ما تحتاجها أصلا واللي حتى موجودة في المشاطل وتنباع عندكم في المشاطل أنا أقول لكم ابتعدوا عنها لا تشترونها ما تحتاجونها ممكن اللي نسويه أنه أنا هادلين كلهم أستخدم لهم خلطة تربة عادية ولكن اللهم أنه أزيد البرلايت أزيد كميات البرلايت على أساس شوي تكون أخاف وتصريف شوي أعلى على أساس يساعد في مد الجذور أكثر وما يصير عندي تعفن جذور كثيره هذه الشيء الوحيد اللي أسوي فما في داعي أن نحط هذه الحاجز لأن هذه أصلا شيء مو بمناسب لنا هذه شيء يناسب بيئتهم بيئتنا إحنا شيء ثاني شيء مختلف فهذه من ناحية التربة من ناحية أدوات شنو الأدوات اللي راح أستخدمها هل مجرد مقص الزراعة يكفيني راح أستخدمها صح راح أستخدمها ولكن أحتاج أدوات ثانية وراح نفصل في موضوع الأدوات أكثر ولكن في أدوات خلني نقول أساسية في أدوات أساسية نحتاجها للعمل على البونزاي ورح أبين لكم الأدوات في فيديو مفصل كل الأدوات وكيف نستخدمها والقاطع أو الاستخدام أو النتيجة اللي تعطيني كل الأدوات وأنواع الأدوات أصلا اللي موجودة يعني هذه الأدوات اللي هي البرانش كاتر أو المقص الأقصان أو فينا ستسميه كون كيف كاتر أو المقص المحدب أو المقعر والله ما أتذكره المهم أن تقطع وتاكل شوي من الجذع على أساس لما يلتأم يلتأم بشكل غير يعني ما في نتوقات يكون نمو أملس يلتأم بشكل أملس فهذه نحتاجها فرح نفصل الأدوات الأساسية مثل ما قلت ما راح نتكلم عن الأدوات اللي نحتاجها بالتفصيل وأدوات جدا احترافية ومتخصصة هذه ما نحتاجها يعني أنا توقع ثلاث أو أربع أدوات تكفيني هذه كفاية ما أحتاج أكثر منها يعني هذه اللي ممكن أنا أشكل فيها أشجار كثيرة وأمارس هوايتي بأحسن ما يكون فما أحتاج أن أتكلف ففي الفيديو إن شاء الله اللي راح يكون ياهي عن موضوع الأدوات راح أترك لكم رابط للي حابي أطلب هذه الأدوات وين ممكن يحصلها والأسعار له شي ثاني أيضا نستخدمه في البونزاي ونشوفه كثير اللي هو الواير اللي أو السيم أو الحديد اللي يستخدم يلف على الأغصان على أساس نشكلها هل هو مئة بالمئة ضروري؟ لا مو بمئة بالمئة ضروري لأن في شيء اسمه اللي هو أنه نقص ونتركها تنمو ونرد نقص ونرد نخليها تنمو فهذه مع التشكيل أو خلنا نقول القطع التوجيهي إن نقطع عند البراعم اللي راح توجه لي النمو أنا بطريقة القطع ومكان القطع أوجه التحكم طبعا في أحيانا حالات إن أنا أحتاج أستخدم الواير إنه على أساس ألف الغصن وشكله يعني شوي مع القوة شوي ولكن أنا شخصيا ما أستخدمه كثير ما أحب أستخدمه كثير لأنه أبغي إنها بتيكون شكلها طبيعي قد ما ممكن يعني في حالات صحيح أحتاج إنه حتى أستخدم أساليب شوي خلنا نقول احترافية أو مبطاورة على أساس إنه أقدر يعني أثني الغصن أو أعوي على أساس إنه أقدر أشكله بالشكل اللي أنا متصورة لهذه الشجرة ولكن أعيد وأقول هل هو ضروري؟ لا مو بضروري وحتى المحترفين يقولون ويعترفون إن الواير مكلف هي مادة مكلفة فما أنصح إنه إحنا نركز على أشياء اللي راح تكلفنا كل ما كانت دايما الهواية تكلف أقل ممكن نستمتع فيها أقل يعني بالعكس أنا بدل ما أصرف فلوس على واير ممكن أشتري نباتات أكثر وأستمتع فيهم أكثر فلازم نخلي هذي في بالنا مثل ما قلت هو مو ضروري لأنه في مثل ما قلت اللي يسمونه اللي هو نقطع ونتركها تنمو وبعدين نقطع ونتركها تنمو فما في داعي إنه إحنا نتكلف في هذي الموضوع إني حق موضوع مهم كلهم نباتات في أصيص فإني حق التسميد أغلب النباتات البونزاي يسمدونها أسمدة كيماوية لأنه ما يفضل إنه نحط أسمدة حضوية لأنه راح تجذب حشرات وراح تجذب بعض الروايح وبعض الكذا بالذات إذا أنا حاب أزرع بونزاي داخل البيت ما يحبت يعني ومع التسميد الكيماوي فيه نوعين يا أما أن أنا أستخدم الأفراز البطيء أحط شوي حبيبات ومع الري راح النبتة تتغذى كل مرة فيكون غذاء مستمر ولكن بجرعات بسيطة أو لما أروي كل مرة أروي أحط كمية بسيطة من الان بي كي شي بسيط يعني العادة أنا أستخدم ملي واحد من الان بي كي لكل لتر ممكن أنا أحط نص ملي أو ربع ملي يعني شي بسيط عساس أن يكون في غذاء ولكن مستمر للنبتة طوال الموسم لأن النبتة مثل ما دائما نقول كائن حي مثلنا إحنا طول السن نتغذى ونشرب ماي وناكل فنفس الشي هذه نبتة هذي كائن حي تحتاج تتغذى طول السنة فلازم نوفر الغذاء ولو هو بتركيز بسيط أحسن من دفعة وبعدين ينقطع وبعدين دفعة قوية وبعدين ينقطع فالتسميد يكون بهذه الطريقة فما في لها تسميد مميز التسميد يكون عادي لأنه نبتة عادية وإحتياجاتها واضحة يعني في نباتات مثلا مثل هذه السمر أحيانا أركز عليها على اليوريا لأنه أحتاج منها نمو خضري أحتاجها تعطيني أغصان تعطيني أوراد في نباتات إذا أحس جذورها ضعيفة لا أعطيها NPK يكون عالي الفسفور على أساس أنه تعطيني نمو جذور شوي أحفز فيها الجذور أكثر فالتسميد يكون حسب النبتة ولكن مثل ما قلت الأغلب يكون كيماوي ما يكون غضوي لأنه مثل ما قلت بسبب وضع النبتة في الأصيص إني اللي الموضوع الأهم واللي هو الأصيص أنا شخصيا يعني لحد الحين مثل ما قلت لكم ما نقلت نبتة في أصيص يعني بونزاي لحد الحين لأنه ما أحسها وصلت المرحلة أنها تحتاج نقل إلى هذه الأصيص ولكن لما أني نختار أصيص وراح نتناقش بشكل شوي مفصل عن أشكال الأصيص مصدرها نوعها شكل الأصيص لأنه يدخل في موضوع الأصيص تفصيل كثير من لون الأصيص من حجم الأصيص من ارتفاعه من حجمه مقارة بسمك النبتة نفسها أو سمك جذع لشيارة نفسها كلها لها رموز ولها معاني معينة يعني في بعض الأصيص لما تكون جدا ناعمة ينقال عنها أنها أصيص أنثوي الأصيص اللي يكون شوي يعني كبير ويعني شوي دفش يقال عنه أصيص ذكري أو ذكوري ففي تشبيهات فيه رموز كثيرة لهذا الموضوع فراح نفصل موضوع الأصيص أكثر في فيديو ياه إن شاء الله ولكن هذه الأساسيات اللي نحتاجها على أساس أن نمارس هذه الهواية ولكن ما يمنع أن أنا يعني أشتغل باللي موجود عندي أنا ما قاعد أقول حق أي أحد أنه يتكلف ويحاول يطلب أمور ويشتري أمور خارج استطاعته بالعكس يعني حتى أنا شخصيا ما قاعد أمارس هذه الهواية أن أنا في يوم اللي يام أفكر أعرض واحد من أشجاري في معرض وفي يعني في حضور أساتذة من فنانين البونزاي لا لا هذه مجرد شيء أسوي لراحتي النفسية وللأسترخاء وكهواية في الزراعة فكلما بسطنا الأمور كان أحسن لنا وراح إن شاء الله نفصل هذه النقاط اللي ذكرناها في هذا الفيديو بالتفصيل فيديو فيديو كل واحد وعساس أن يكون عندنا الفهم الأساسي لهذا الموضوع ونقدر نمارس هذه الهواية بالشكل الصحيح فأتمنى أن نستفدتوا من هذه الفيديو واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسألتكم بأسرع وقت ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي آي في أماننا